النهاردة من غير ما تنتهي من ماتشاة الدوري اللي شغالة يعني حابدع على طول النهاردة في التصريحات اللي عملها شريف اكرامي والهي شريف اكرامي من الناس اللي بتعرف تتكلم هو الناس واخدى عنه انطباع كده يعني والناس واخدى عنه انطباع انه هو رجل متعلم وراجل يعني عنده دايما حجة وكل الكلام ده هو كده فعلا يعني لكن في فرق بان انا اكون بعرف اتكلم واتكلم بثقة وان انا اكون عنجاهي بكلامي وازن ان انا دايما طول الوقت على حق وما يتحدث بها على الاخر هو فيه هو نفسه شريف اكرامي بمعنى انا مش هدفع عن كابتن شوبير والكرام اللي قاله عن شوبير هو شوبير حر يدفع عن نفسه ما يدفعش ماليش حليقة فيه يعني ماليش فيه او عن جمال علام رئيس الاتحاد والكرام اللي قاله على جمال علام في قصة رمضان صبح برضو انا ماليش فيه يعني لكن هتكلم على بعض النقاط اللي تهم الجمهور واللي تهمنا احنا كاعلامين وكا ميديا لو انا لو كنت بحاوره ما كنتش هسمعه ليقول كده ولو قال كده كنت يعني هحاوره وحضغط عليه وححصره في الكلام ما كنتش هسيبه ابدا يتكلم يقول مثلا يعني لو كانت القصة بتاعة الشيبي على العكس على حد تاني في الاهلي ما كانش الاعلام تناولها بهذا الشكل ده اتهام صارخ للاعلام امامه ينطفض الاعلام المفروض يعني لبشريف اكرامي يقول انه تناول الاعلام لحد لو نفس الموقف لحد تاني كان التناول اختلف ده في اتهام صارخ وواضح لكل وسائل الاعلام اللي هي بتجيب شريف اكرامي يتكلم ويعبر عن وجهة نظره ويقول اللي هو عايزه ويدافع عن اخطاء يعني وكأنه يدافع عن حق وهو مش حقيقة الاعلام لما بيتناول بيتناول وفق المعلومات المتاحة ليه ووجهة نظره على شريف انا يحترم ذلك ولم يجي يتكلم على الاعلام يقول انا ليه يا رأش ربما لم تصل للاعلام معلومة اكس وواي وزد ولو كانت وصلة للاعلام انا كنت على يقين ان ربما تناول الاعلام يختلف مشي تمشي لكن لما تقول لي ان انت في موقف الشيط كريبي الاعلام بيتناول بطريقة لو كان الناحية التانية كان الاعلام تناول بطريقة تانية لا يا كابت انت هنا مخادع انت هنا تتحدث عن باطل بقول يظهر للناس وكأنه حق انا لو قدامك مش هسمح لك تقول كده دي نمرة واحد نمرة اتنين لما قلت ان رمضان صبحي والتصريح قدامي لو حقول ان رمضان صبحي مش هينفع يرجع الاهلي بسبب الجمهور اللي هيهجموه حوافق على هذا المبرر لو حتقول ان رمضان صبحي مش هينفع يرجع الاهلي علشان كبرياء المسؤولين في الاهلي يمنعهم من التفاوض معه لانه اختار بيرامدز حوافق على هذا المبرر وليه تصريح تاني اذا قيل ان عودة رمضان صبحي الى الاهلي لن تحدث بسبب حزن الجمهور او كبرياء مسؤول الاهلي لتفضيله بيرامدز هوافق على هذا الرأي اما الحديث عن القيم والمبادئ فهذا كيل بمك يا لين خد بالك شريف بيطعن في النادي الاهلي لاجل بيرامدز يعني واضح ان هو هتقولي التاني يا جماعة نو سمعنا لاجل بيرامدز هو بيطعن في النادي الاهلي دلوقتي لاجل بيرامدز لانه هو وهو اللي خلاني يقول كده لانه هو في كل شيء بيربط بين الاهلي وبرامدز ولانه هيعمل كمان اسقاط على امام عشور عشان يعمل تشابه في المسأل اللي بيديه بين رمضان صبح وبين امام عشور بصوا هيقول ايه فهذا كيل بمك يا لين لان رمضان لم يخطئ في القيم او اخلاق النادي ولا يوجد له فيديوهات مصورة مع جماهير منافسة تحمل ثبابا للاهلي او جماهيره او رموز النادي او يتطاول عليهم طبعا ده اسقاط على مين على امام عشور لان امام كان لفيديو قديم هو في الزمالك وبيتكلم وكلنا تناولنا القصة دي والاهل نفسه رد عليها قبل ما امام يعلم عن توقيع رسم لما تقال فقال انه ربما يسمح لمن هو قادم باي اخطاء سابقة تخفر له ولما ييجي يخش جوه المنظومة لن يسمح له بذلك اطلاق لكن اللي عاش في المنظومة وترب عليها الكلام ده مرفوض منه نهائي عشان اقول لكم شريف وقت ما كان امام بينتقل للزمالك وضح القصة دي فمحمد الضماطي عضو مجلس الادارة في النادي الاهل بيوضح باب الاهل دائما مفتوح لكل من لم يترب انا عايز التويت التويت من لم يترب على تقاليد تقاليده ومبادئه طالما قدم الاعتذار المطلوب ومغلق بوست ومغلق في وجه من ترب على تقاليده ومبادئه واختار طريق اخر في النهاية نقطة ادي البوست اللي قاله الضماطي وجهه لشريف اكرامي ردا علي يبقى انت لما شريف اكرامي ادي البوست هو بتاع الضماطي لما شريف اكرامي يتكلم عن ربط بين رمضان صبح وامام عشور ده فيه طعن للنادي الاهلي انت بتاع طعن يا شريف في النادي اللي خيره عليك وعلى رمضان وعلى يعني مش عايز ازود عن كده لمجرد انك ترضي بيراميدز طب ليه ليه بتعمل اللي بتعمل الربط ده انت عايز تقول يعني يعني انت بين سطورك ايه يا شريف وهو طالع كحامي حما بيراميدز وهو اللي عايب في البراميدز ماشي اوكي لكن فيه صدمات كثيرة عاملها بيراميدز لهو في بعضها حق وليس لهو في البعض الاخر حق وده طبيعي يعني والميديا بتحلل وتتكلم يعني زي الجزئية مثلا اللي قالها ايه انا مقتنع بنادي بيراميدز على عيننا وعلى رأسنا طبعا انت حر في الاخر عادة خلص ورحت للنادي الاهلي الاهلي النادي بيراميدز عفوا وبحوريتك الشخصية انت حر يعني لكن ده مش معناه ان انت تبقى عايز تركب بيراميدز الحق في كل شيء وتظهر هذه العداوة ناحية النادي الاهلي بهذا الشكل وانت كنت تاريخ كله في الاهلي انت ابن بيراميدز من سنتين ثلاثة بس يعني مش كده من سنة عشرين من سنة عشرين عشرين يعني شيف اكرامي راح بيراميدز في اغسطس او سبتمبر عشرين عشرين بس كملناش اربعة سنين انا مقتنع ببنات بيراميدز وهو محطوط في كورنر العدو عدو عدو مين بقى يعني بيراميدز يعتبر عدو لمين في المنظومة هل الاعلام يقصد هل لبقى الاندية هل الاهلي بالتحديد عدو محطوط في كورنر العدو لمين انت سبتمبر في المطلق في العام كده في كورنر العدو عدو الاهلي يعني عدو جمهور الاهلي يبقى مش في كورنر العدو بس عدو الاهلي لكن صديق الزمالك صديق امبي صديق الاسماعيلي صديق المصري صديق الاتحاد صديق قبال الاندية يعني اقصد عدو مين بتاع مين يعني الحقيقة تصريحات بظن ان هي يعني خاطئة وليست لائقة من شريف اكرامي وكان انا يتوجب عليه ان يتناول بشكل مختلف وما يغلطش في ناديه السابق يعني طلع اتكلم عن نادي بيرامدز انه احسن نادي في الدنيا قول كده يعني قول من وجة نظرك وحنحترم وجة نظرك